قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت في المجلس فهي كذا وكذا يعني زانية طبعا الزنا على نوعين زنا حقيقي وزنا هو وسيلة الزنا الحقيقي المعروف هو أن يأتي الرجل المرأة في مكان الولد على الزنا الحقيقي الزنا الذي هو وسيلة هي بقية الجوارح العين تزني وزناها النظر اللسان يزني وزناه الكلام الأذن تزني وزناها الاستماع اليد تزني وزناها اللمس الرجل تزني وزناها المشي إلى مكان الحرام واضح ولذلك الزنا عبارة عن كل فعل يؤدي إليه ويستدعيه ويستجره ويعين عليه كل فعل ولذلك عندنا قاعدة اسم الوسائل لها أحكام المقاصة الوسيلة إلى الواجب واجبة الآن صلاة الجماعة واجبة مشك إلى صلاة الجماعة واجبة أو ذهابك في السيارة واجبة الوسيلة إلى المندوب مندوبة تتصدق تريد أن تتصدق بصدقة تمشي إلى الفقير هذه سنة ومندوب الوسيلة إلى الحرام محرمة الزنا حرام كل وسيلة إليه محرمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الوسيلة إلى المكروه مكروه وهكذا ترجمة نانسي قنقر